شمل اتفاق الرياض كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وتجاهل الملف الإنساني الملف الذي تحفل سجلاته بقضايا المخفيين قصرا والمعتقلين وضحايا الاغتيالات لعن السياسة هنا تكشف عن جوهرها وهي تقفز على كل شيء لترتب للمتصارعين وضعا يليق بمطامعهم لكنها لا ترى ولا تراعي حق الضحايا المرابطين على أرصفة المناشدات كهؤلاء رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قصرا في عدن استنكرت تغيبة هذه القضية بشكل تام عن اتفاق الرياض وأصدرت بيانا قالت فيه إنها أصيبت بخيبة أمل إزاء إغفال الاتفاق لقضية أبنائها أكدت الرابطة أنها بعثت للرئيس هادي مناشدة لتصبح حرية المعتقلين والمخفيين قصرا وأغلاق السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير رسمية من أولويات الحوار الحوار الذي تزامن مع إضراب مستمر عن الطعام للمختطفين في سجن بير أحمد للمرة الثانية خلال شهر المطالبة بإطلاق سراح من صدرت أوامر بالإفراج عنهم وتقديم بقيتهم للنيابة للتحقيق معهم تلك المعاناة المستمرة التي لا تمس أصحاب الشأن وهم المعتقلون فقط بل تصل أيضا لأمهاتهم التي ما زلنا يواصلنا نضال المر في سبيل نيل حقوق أبنائهن المنسية من أرويقة الاجتماعات والاتفاقيات قضية المعتقلين والمخفيين قصرا تعرضت للإهمال خلال حوار اتفاق الرياض بعد أن كانت ذات أولوية في أزندة أي مشاورات تقام بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي فما الذي تغير في مشاورات اتفاق الرياض ليتم إهمال قضية المعتقلين هكذا تتساءل أمهات المختطفين دون الحصول على أي إجابة لكنهن في الوقت نفسه يواصلنا الدفاع عن حقوق أبنائهن الضائعة